نحن اليوم الأربعاء 21 جوان 2023 والساعة العاشرة و 14 دقيقة وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك أزل فلاوني إخواني حياكم الله إخواني إنا ما كنتم حديثي إليكم اليوم يتطرق إلى ثلاثة أجزاء رئيسية جزء أول على المواضيع الداخلية وجزء ثاني حدث فيه على ما يجري على الساحة العالمية ما يجري في فلسطين المحتلة وما يجري في أوكرانيا وعقوبات جديدة على الروس من طرف الأوروبيين وليس فقط الأوروبيين وإنما اليابان أيضا ثم جزء ثالث نتحدث فيه عن الجزائر مرة أخرى وسنركز فيه عن الفضيحة فضيحة ما قالوا أنه طرد السفير الإماراتي لينتهي بطرد لوزير من مزارع العصابة المسمى محمد سليماني وهو وزير الاتصال وإذا سعفنا الوقت فإننا قد نتطرق إلى قضايا أخرى أو قضية أخرى خاصة ما يجري في منطقة القبع إلا بداية دعونا نبدأ من البداية وهي إخواننا لتحرار الآن جزائر من مدريد أمس المترجم للقناة 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 في هذه الستة أيام حتى سلم محمد بن حليمة ثم يدخل في خصومات ومشاكسات في قضية الصحراء لأن بالنسبة إليهم قضية الصحراء هذه يجب أن تستمر ليستمر ذبحنا قضية الصحراء تستمر ويستمر النهب ويستمر التخويف وتستمر المنطقة ككل في حالة التوتر شديد وتتدخل قوة خارجية خاصة الكيان الصهيوني وعلاقاته الآخذة في التصاعد مع النظام المغربي وكيان آخر لا يقل إجراما عن الكيان الصهيوني وهو دولة المسخ أو دولة المسخ يسمى الإمارات لكن صراحة جزء رئيسي من المشكلة هو عند العصابة التي تتحكم في الجزائر قضية الصحراء هذه لديها عدد من الحلول عدد من الحلول لكنهم يستخدمونها الآن تقريباً خمسين سنة 48 سنة بالضبط وقد عطلت الجزائر قبل أن تعطل المنطقة ككل عطلت الجزائر وصرفت وما زال تصرف عشرات الملايير من الدولارات في هذه الخمسين سنة على هذه القضية بزعم أنهم هم مع تقرير المصير يقبلوا تقرير مصير شعبكم خرج ينادي 17 شهر 13 شهر في البداية ثم 24 في 2021 وقبلوا تقرير مصير شعبكم هذا أولى على كل إن حي الله الأحرار والحرار الذين حضروا وما زالت هناك على كل حال تحركات في هذه القضية وهذه القضية بإذن الله قضية إبراهيم الإعلامي ومحمد عبد الله ومحمد عزوز بإذن الله أنا شخصياً ما دم تحيي والله لن نسكت عليها أبداً ولن نتوقف أبداً على إطلاق صراحهم وعلى إدانة الحكومة الإسبانية وإدانتها في كثير من المحافل وهذه الدول هذه لأنها أنظمة قانونية وأنظمة لديها لديها شعور بالمسؤولية تنزعج بشدة عندما ترفع عليها قضايا لكن للأسف القضايا الأمور القضائية تأخذ وقت فنحن يجب أن ننهي الجزء الإسباني لكي نستطيع أن نرفع عليها قضايا على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الدولي هذا لا يعني أنها لم ترفع قضايا على المستوى الدولي خاصة بالنسبة لميكانيزمات الأمم المتحدة وبالنسبة لمنظمة الكات كما تعرف الكميتي كونتر لا ترتيج اللي هي ضد التعذيب لجنة ضد التعذيب فرفعت وما زال ترفع القضايا ولن نتوقف أبداً فهذه قضية بالنسبة إلينا هي مثلها هي قلب قلب الحرك هذه قضية هي قلب الحرك لأن فيها التواطئ الدولي وفيها اثنين كانوا يعيشون في إسبانيا هم من أحرار البلاد برغم بكل ما قاله الأذناب والذباب وثالث وهو إبراهيم الإعلامي وهو من أحرار البلاد ومن مفجر الحراك في الداخل أيضاً لن نسكت أبداً هذه قضية مبدئية فيما يعنيني ونعرف أن هذا هو نفس شعور كل أخواتنا وإخواتنا اللي رهم شدين هذه القضايا ويشتغلون سواء اللي تعرفوهم أو ما تعرفوهمش كلهم لديهم نفس الشعور سنستمر في هذه القضايا إلى آخر نفس وسننتصر بإبن الله في الداخل دائماً في برج بو عريريج التمسة ما يسمى بمحكمة راس الواد في حق معتقل الرأي لحسن بن الشيخ ثلاث سنوات حبس والمداولة يوم سبعة وشرين جوان وفي وهران التمسة ما يسمى بالنيابة في حق أمين قاسمي ثلاث سنوات حبس والمداولة أيضاً يوم ثلاث سبعة وشرين جوان وفي الدار البيضاء تم تأجيل محاكمة معتقل الرأي والعسكري السابق محمد عزوز بن حليمة أمام قسم الجنح اليوم اليوم الاثنين ستا وعشرين جوان طبعاً تم تأجيل هذه القضية الأسبوع اللي فات تم تأجيل القضية أيضاً اللي كانت يوم ثلاثة عش اللي كان فيها مجموعة من إخواننا بما فيهم شقيقي عبد الرحمن المعتقل للانتقام مني يعتقدون كانوا يظنون أن أتقال عبد الرحمن سيوقفني أنا قلت لكم والله لو تعتقلوا الأطفال الذي معي في البيت ما دم فيها نفس والله لن أتوقف لو تعتقلوا كل من له علاقة بيه في الخارج أو في الداخل معي هنا أو في مماكن أخرى في الخارج أو في الداخل والله ما دم فيها نفس لن أتوقف أبداً هذه قضية تعني الشعب الجزائري ككل تعني وطن ككل ونحن وأنا ما أنا إلا قطرة في بحر الأحرار الذين يناضلون من أجل قيام دولة العدل والحق والقانون ولا تظنون أن بعد الاعتقالات والتخويف والحرائق والكورونا أن الأمور خلاص هداد الأمور رهي تشتغل رهي تشتغل وتشتغل في الأعماق وفي يوم ما ستنفجر وتتزلزل تحت أرجلكم أكثر مما حدث في 2019 في 22 فبراع 2019 عندما كنتوا تظنون وكان ويحيى يقول شعب ما يخرج وإذا خرج كان الدولة كان صعب سترون فإذا تم تأجيل هذه القضية لأخونا بن حليمة محمد عزوز وفي بودواو ما يسمى بمحكمة بودواو كل تمست ما يسمى بالنيابة في حق سوفيان بوشو عام حبس نافذ وعشرين ألف دينار غرامة وقالوا المداولة في ربع جويليا وفي بسكرا تم استدعاء مهدي العلوي من طرف ما يسمى بالشرطة القضائية لبسكرا في العاصمة في استئناف العموري بالعميدي عن عشر سنوات حبس نافذة في انتظار بداية المرافعات إجرام إجرام حقيقي هذه بعض الأخبار طبعا للأسف لا تصلنا دائما كل هذه الأخبار في الوقت المناسب ولذلك نحن نعتذر من إخواننا لمن ذكرهمش أحيانا ودائما ندعوهم أن يراصلوننا ويستمروا في المراسلات لأن أحيانا بعض المراسلات لا تصل ومراسلات تصل متأخرة إلى آخره أنا لا أفرق بين حراكي وحراكي بين أي كان بغض النظر على قناعات وأفكار مدامي نادي بدولة العدل والحق والقانون دولة مدنية مش عسكرية فهم كلهم إخواني ولا أفرق في شيء ولا يجب أن نفرق فنحن لسنا في وقت السياسة والإديولوجيا نحن في وقت المقاومة من أجل التحرير عندما تتحرر البلاد كل واحد يدافع على قناعاته وأفكاره ومن حقه ذلك في إطار دولة مدنية يتفق الجميع على أن يتنافسون على خير البلاد وأن يكون الشعب هو الذي يقرر مصيره ويحكم بين البرامج والتنظيمات والمجموعات والأحزاب والحركات التي تتنافس من أجل خدمة البلاد وليس من أجل وصول السلطة لنهب البلاد وأنا أقرأ في هذا الخبر كم ضحكت وهو ضحكت البكاء تمكنت فرقة فحص المسافرين بمطار ثمانية مايه خمسة وربعين بسطيف التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف من حجز مبلغ من العملة الصعبة غير مصرح به وقدر بـ 11 ألف أورو تم اكتشافه بحوزة مسافرة كانت قادمة في رحلة من فرنسا وكذا 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 وكيفش دالوا والقاول 11 ألف أورو سكانير ومان يش عارف وأنا مش عارف كالسكانير يقدر يكتشف الأوراق يعني تال أورو يعني كذب يعني يقولوا أي حاجة يعني وأشار البيان إلى آخر بعد كلام طويل عريض الجاهزية لهذا العملية تؤكد الجاهزية القصوى لمصالح الجمارك الجزائرية للتصدي لكافة أشكال جرائم العابرة للحدود لسيما تلك التي تمس بالاقتصاد الوطني والسؤال البسيط هذه مرأة مدخلة معاها عشنا الفقور كيفش تمس بالاقتصاد الوطني فهمونا ناش جايبين دراهم بش يصرفوها في البلاد أو يشيروا بها حاجة أو ما ناش عارفين قصة المرة هذه ممكن تشتغل هناك ممكن لكن ناس جايين جايبة معها مال للبلاد مش مخرجة المال من البلاد أي بلد يرحب بذلك اه ممكن قال المبلغ كاش عقوبة صغيرة قال فاش ما ديكلاريتيش هذا وتمر القضية يعني كالمفروض مثلا الاعلان عن هذا المبلغ المصيبة انه في هذا الوقت بالذات اللي يديروا هذه مثل المثال يقول لك الشجر للتغطي الغابة مش معنى الشجر للتغطي الغابة تكون الغابة كثيفة جدا ولكن يكون شجرة هكذا كبيرة تغطي فالناس ما يشوفوش الأشجار اللي خلفها الى آخر هؤلاء في الوقت اللي يهرب فيه ملايين الدولارات يوميا حتى لاقوا العشرات وربما مئات الملايين من الدولارات وفي النهاية ملايين الدولارات هما معترفين بها معترفين ان الجزائر هربت منها اموال ضخمة جدا وتهرب الغالب عن طريق البنوك في هذا الوقت تقوم القيامة احيانا على عشر الاف اورو او او احد عشر الاف اورو مثل هذه القضية ويديروا منها قضية وان الجمارك هذا سلك الجمارك الا من رحمه ربك سلك من اسوأ اسوأ الاجهزة القائمة في البلاد وروح وشوفوا المسؤولين اللي فيه المخير فيهم يخلص خمسة عشر مليون في شهر والتالي فيهم عندوا فيلا تسوي عشرين مليار او لخمسة وعشرين مليار نتكلم عليك بعض المسؤولين تعال الجمارك السابقين او اللاحقين وحتى بعض المسؤولين اللي هما في رتب وسيطة تلقاه يملك سيارة تحت من مئة مليون شقة تحتلاث ملاير فيلا تحتلاث ملاير خلاف الاموال المهربة خلاف الاملاك اللي في اسبانيا خلاف الاملاك اللي في دبي خلاف الاملاك اللي في ايطاليا هذا واحد من اقدر الاجهزة القائمة في البلاد الى درجة ان بعض الناس يشروا مناصبهم في المطارات وفي الموانع كاين ديزاجون سامبل دفعوا خمسمائة مليون وسبعمائة مليون وثمانمائة مليون باش يكون عنده مكان في المطار او في الميناء لماذا؟ لانه ينهب هناك لانه يدي الرشوة بالقوة وكم من واحد يحكى لي يقولك يجي داخلي يقولك كاش قهوة كاش ما تساعد الى قدمت خمسين اورو والمليات اورو تفوت الى مكانش يجعل حياتك جحيم خاصة الى عندك سيارة وداخل باشياء كثيرة الى اخره نحكي على الديزاجون اللي يدفعوا هذا الديزاجون ومرة يصلوا الى غاية تبنية مليون او مليار حتى اما المسؤولين الكبار او المسعورين الكبار فهذا الدفع بلا هدود فساد عارم فيما يسمى بهذه الجمار الا مرحم ربك وقليل ما هم وقليل ما هم ولذلك المناصب الحساسة في بعض الموانئ اللي يدخلون منها المسافرين يخرجوا خاصة من العاصمة ولكن ايضا منها وهرام لانه مش فقط الرشاوي اللي يدوها الطرافيك ادخال المخدرات واخراج المخدرات على حساب الطلب الطرافيك في الاوراق الطرافيك في المرشانديز طبعا الجمارة انتع انتع الموانئ التجارية اها حدث ولا حرج كثيرين منهم شارينهم الاماراتيين اصلا فساد عظيم وبالمناسبة ما هوش فقط الجمارك حتى البوليسية حتى المخابرات اللي في الموانئ والمطارات انتع نهب البلاد تحولت الى حالة من الفساد العالم وهذا اللي يؤدي الى كوارث ويؤدي الى الناس اللي لازم يكون عندهم مناصب ما يلقوش مناصب واللي يدفع شكارة هو اللي يدي افضل منصب اللي يدفع شكارة وعنده علاقات او مدعوم هو اللي يوصل لاعلى المراتب اعلى المناط في اي مكان جايين تنصخروا بالناس على 11000 اولو سيدة قضية كبيرة الى اخره طاعة اليوم ايضا اليوم الاربعة لازم يتحثوا على الاطنان مش عارف اليوم اللي اتكلموا على هذك الارهابي تعتام الراست والله مظهرش اليوم الاربعة يعني الاربعة في الغالب يظهر فيها انهم القوا القبض على اطنان تاع المخدرات واحيانا القوا القبض على ملايين الحبوب تاع الكاشيات وطبعا فيها الارهابي هذك تعتام الراست او عين صالح او بشار او ادرار على حساب الاماكن لكن دائما في الغالب وانتظروا دائما يوم الاربعة يعني دارك بالك يبدلوا لما يعرفوا ان الناس فيقت له وعارفوا هذه الاشياء اذا اسمحتوا لي نمشوا الى نافذة الدولية لان عندنا الموضوع انتع الامارات خاصة وهذا القضية تعترض هذا الوزير البسليماني وقبلها تحدثوا على طرد السافير الى اخر قد يكون الموضوع اخذنا شوية وقت في الجزء الثالث فنمروا الى الجزء الثاني ثم نمضي الى الجزء الثالث ان شاء الله على الساحة الدولية نبدأ بداية بما يحدث عند اشقائنا واخواننا في فلسطين فلسطين السليبة والجريحة والمحتل احتلال استيطاني كما كانت الجزائر وليس فقط استعمار عادي فأكيد انكم تابعتم انه قبل اول امس كانت اقدمت القوات السهيونية على مداهمة مخيم جينين ومدينة جينين عموما في الظروفة الغربية وقتلت عدد من المقاومين من الفلسطينيين ولكنها ايضا كانت من المرات اللي الفلسطينيين يقومون باعمال مقاومة ادت الى جرح سبع جنود بعضهم جرح خطيرة هو تدمير دبابة كانت تعتبر من الدبابات التي لا يمكن تدميرها خاصة بما يملكوا الفلسطينيين من اسلحة محدودة جدا فكانت ضربة بالنسبة اليهم بالرغم انهم قاموا بقتل خمسة من المقاومين فيما بعد ارتفع هذا العدد الى سبعة بعد الناس اللي كانوا يصيبوا بجرح خطيرة الى اخرهم لكنه لم يمضي اكثر من 24 ساعة فجاء رد من طرف المقاومين وقاموا بعد ان قاموا بقتل اربعة من المستوطنين وجرح اربعة اخرين وكانت هذه العملية بالنسبة للكيان السهوني كانت عملية سيئة جدا جدا واعتبروها انها واحدة من اخطر العمليات التي تمت واقدم المستوطنون على الانتقام من بعض القرى الفلسطينية وبعض المدن الفلسطينية فاقدموا على حرق عشرات السيارات وتدمير عشرات المنازل والحقول ونهيك عن جرح عشرات الناس بعضهم جروحهم خطيرة وقبل اليوم ايضا في هذا بعد الظهر اليوم قالوا من انهم الكائن اسرائيلي قد قتل ثلاثة من المقاومين الفلسطينيين طبعا هم يسمون المخربين والارهابيين الى اخره الى اخره لكن لو عدنا الى احدى وانا عندما تحدث هذه الاشياء بشكل خاص اقرأ الصحافة الاسرائيلية والحقيقة انه يقدر الانسان يجد كثير من الاشياء اذا نحينا فقط بعض الكلمات مثل كلمة المخربين او الارهابيين او في الغالب يجيبوا معلومات في الغالب يعني قريبة منها الدقة يعني او على الاقل قريبة من الواقع لانهم لا يريدون ان يكتبون على شعبهم وبعدين ايضا هذه فرصة تجيهم بش يحسبوا المسؤولين فلو رحنا هنا وجدنا مثلا احدى احدى الصحف وهي هارتس هارتس بقلم واحد يسمى عموس هارائيل هذا اليوم يقولوا ان هذه العملية عملية مقتل اربعة مستوطنين وجرح اربعة اخرين استهدفت للعملية خاصرة رخوة لاسرائيل في الضفة حركة المدنيين في الشوارع المستوطنات نفسها محمية ومؤمنة نسبيا وقد احيطت بجدران في فترة الانتفاضة الثانية ولكن الشوارع المشتركة للمجموعاتين السكانيتين الفلسطينيين والاسرائيليين او اليهود لا صعوبة امام خلية مسلحة تعرف منطقة العملية في العثور على هدف مدني لضربه على احد الشوارع ثم محاولة التملص من هناك اظهر مطلق النار في فقرة اخرى اظهر مطلق النار في هذه المرأة جرأة اكبر واختاروا هدفا ثابتا مكتظا من اجل زيادة عدد المصابين وصل المخربان في سيارة الى محطة الوقود في عيلي ونزلا منها واطلق النار من مسافة قريبة على مدنيين يوجدون في مطعم المحطة قتل ثلاث مواطنين في المطعم وقتل الرابع قربه احد المخربين كما يقولونهم المقاومين كما يقول الفلسطينيين وكما يقول حتى القانون الدولي القانون الدولي يعطي الحق للشعوب المستعمرة في ان تقاوم المحتل بكل الطرق هذا هو القانون الدولي وليس فقط المنطق الإنساني والعقلاني وهو ان الانسان يدافع عندما تأخذ ارضه ويستعبد ويستعمر يدافع النفس تمكن ما يسموه هم المخرب الثاني الذي هرب من المحطة في سيارة مصروق من الانتقال لسيارة فلسطينية الى اخره الى معظم العمليات هذه السنة في الضفة وداخل اسرائيل لم تنفذ على ايدي هذا هو بالنسبة لي هم الخطير لم تنفذ على ايدي اعضاء في التنظيمات الارهابية بل على يد مخربين منفردين او خلايا تنتمي لتنظيمات محلية مثل عرين الاسود تينابلس وابناء المخيم في جينين هذه التنظيمات تحصل على تمويل من الخارج وبعدين يتكلموا على احتجاج المستوطنين وبعدين يقولوا ايضا ان ان الحكومة وهي حكومة متطرفة شديدة التطرف يقولوا هذه اسوأ حكومة عرفوها في اسرائيل حتى الاسرائيلي يقول لهذا الكلام يقولوا في نهاية المطاف حتى لو تم قتل الكثير من المسلحين واعتقال مئات المشبهين الاخري فان ما يمكن الامل به بعد مثل هذه العملية هو هدنة مؤقتة فقط وتضافر الظروف الحالية حكومة يمينية متشددة ومرتبطة بالمستوطنين ومقابلها سلطة فاشلة وضعيفة تتمثل بالسلطة الفلسطينية اللي هي تخدم ميليشيا لهم بالحقيقة لا سيما في شمال ضفة لا يمكن ان يؤدي للاستقرار لقد تحول تعزيز الاحتلال الى مهمة صعبة بعد فترة طويلة منذ انتهاء الانتفاضة الثانية التي بدى لإسرائيل فيها بإمكانها الحفاظ على الوضع الراهن بثمن ضئيل جدا صحافة الإسرائيلية وهذا كاتب معروف يقول بانه هذاك الشعور اللي كان عندنا باننا نستطيع نسيطر الفلسطينيين ونعزز الاحتلال بدون دفع التكلفة هذا انتهى ليس فقط بوجود سلطة فلسطينية ضعيفة وهنا يؤكدون ان هذه السلطة تخدم لهم سلطة هذه اللي تروح لها أموال الجزائريين بالمناسبة وهنا الصحافة الإسرائيلية راه تنتقد في السلطة لأنها ضعيفة بمعنى راه مش تدير في الخدمة انتاح اللي لازم تديرها والحقيقة هذه السلطة راه في أضعف حالاتها خاصة مع وجود رئيس سلطتها عباس في حالة صحية سيئة جداً طبعاً هو ما يقترب الآن من سبعة وثمانين سنة وثمية وثمانين سنة وحولوا مجموعة من اللصوص والسراقين وهو واحد منهم بما فيهم أبناؤه فخصوماتهم وعلى ما يحدث واللي خوف اسرائيل الآن هو أن رحيل عباس قد يفتح لهم الجحيم لأنه قد يؤدي لتفتت نهائي لهذه الميليشيا اللي يسموها السلطة الفلسطينية لتضيف صحافة الإسرائيلية أن وجود حكومة متشددة يؤدي إلى أثار عكسية خاصة بوجود بنغفير وسموتريتش وعلى الساحة الأوكرانية الروسية في بعض تطورات ومن بين هذه التطورات أن الاتحاد الأوروبي قرر الحزمة الحادي عشر من العقوبات شفنا الحد الآن كانت عشر حزمات من العقوبات الآن دخلوا إلى الحزمة الحادي عشر ضد روسيا وقد أوضحت رئيسة المفاوضية الأوروبية فوندير أرسولا فوندير أن العقوبات الجديدة تشدد القيود التجارية على روسيا وتستهدف كيانات تدعم الكريملين جاءت جاءت هذه العقوبات في نفس الوقت هنا في لندن مؤتمر ما يسموه مؤتمر إعمار أوكرانيا حيث تعهدت بريطانيا والولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية بمليارات الدولار الاتحاد الأوروبي واحده تعهد بخمسين مليار دولار في من هنا إلى الفين وسبعة وعشرين هذه في قضايا الإعمار هناك عشرات الملايين من الدولارات الأخرى في قضايا التسليح وعشرات وملايين دولار أخرى في قضايا أخرى لكن في قضايا الإعمار وحدها تعهد الاتحاد الأوروبي بخمسين مليار دولار يورو ما بين 24 و27 أما الأمريكان فقد أضافوا مساعدات بقيمة إضافية بقيمة مليار وثلتمائة مليون دولار بوتين علق لكن علق على الحرب خاصة ليس العقوبات وجاد تعليقاته فيها نوع من الثقة هذه المرة يقول فيها إن العدو لا يملك أي فرصة في إشارة الهجوم مضاد للتشنو القوات الأوكرانية ويقول أيضا أن يبدو أن العدو يعمل حاليا على تشكيل وحدات جديدة من الألوية التي تكبدت خسائر فادحة لاستعادة قدراته القتالية لكنه بالطبع يخشى تكبد خسائر مماثلة أوكرانيا لم تستنفذ قدراتها الهجومية ما زال لديها قدرات لديها الاحتياطات وهم يفكرون في طريقة ومكان استخدامه أعتقد أن العدو لا يملك أي فرصة وهم يدركون ذلك إضافة إلى ذلك قال من أنه سيطور الثالوث النووي وأن هذا هو أهم شيء الآن بالنسبة لروسيا وهي تطوير الثالوث النووي وما معنى الثالوث النووي هو أن تكون روسيا قادرة على إطلاق أسلحة نووية برا من البر ومن البحر ومن الجو وأن تكون عبر السواريخ الباليستية والغواصات والقذيفات لكن وزير دفاعه رفع في قضية الخصومة مع الغرب واتهم الغرب أن الغرب بأسره أعلن حرب حقيقية على روسيا وقال أن الغرب يحاول من جديد بكل قواه كسرها أي كسر روسيا بفرض عقوبات عليها إلى مال نهاية وتثار الأعمال التخريبية والصراعات المسلحة وإثارة الأعمال التخريبية والصراعات المسلحة في الدول المجاورة كما تقدم المساعدات الكبيرة للنظام كييف لكن لو رحنا إلى مسؤول روسي آخر وأنا تكلمنا عليه كثير من المرات وهو من رئيس مجموعة فاغنر يبقيني بريكوجين يبقيني بريكوجين كان نصرح قبل حوال عشرة أيام قال له كان نحسبه ما تصرح بوزارة الدفاع الروسية من قتل من أعداد القتل على الأوكرانيين هذا معناها لنقتلنا عشر مرات سكان الأرض في كناية من عنده في أن السلطات الروسية تضخم الخسارة على الأوكران لكن هذه المرة أضاف قال بأن إن إنهم يضللون الشعب الروسي ولفت إلى خسارة عدة قرى بينها بياتيخاتكي مشيرة إلى نقص في السلاح والذخيرة وأكد تم تسليم العدو أجزاء كبيرة من الأراضي مضيفا بأن القوات الأوكرانية حاولت بالفعل عبور نهر دينيبرو الذي يشكل حدود طبيعية على خط المواجهة وقال إن ذلك إنهم يخفون ذلك عن الجميع وأضاف ستستيقظ روسيا يوما ما لتكتشف بأنه تم أيضا تسليم القرم إلى أوكرانيا هذا من إبغيني برغوجين نعرف أن إبغيني برغوجين عنده خصومة كبيرة مع كبار جنات الروس وأنه هاجمهم وسبهم عدة مرات ووصل هجوماته وشتمه حتى إلى بوتين قبل فتح ونعرف أنه انسحب من منطقة بخموت وأنه غير راضي تماما على مجريات الحرب هذا طبعا أحد الذين قاتلوا ويقاتلون في أوكرانيا ولكن له وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر الرسمية سواء لعبر عليها بوتين أو زار دفاع وهو أن الأوضاع ليس كما يقولون الأوضاع في روسيا ليس كما يقولون أوضاع في الحرب يعني أوضاع الحرب ليس كما تقول الدعاية الروسية ربما هو يبالغ من جهام لأنه عنده خصومة مع هذه الجنالات الروس فهو يريد أن يظهر بأنه في وضع أسوأ بكثير وأكيد هم يبالغون من الجهة للجهة الأخرى بحيث يظهرون انتصارات أحيانا انتصارات وهمية أو رد للهجوم بشكل مبالغ فيها الأكيد المؤكد هو أن هناك هجوم تقوده أوكرانيا وليس روسيا وأن الأوكران محتلين لو كانت نجو بالمنطق الروسي لأضافة الأربع مقاطعات وهي مقاطعة أوكرانية الأوكران محتلين حوالي 30% من هذه المقاطعات يعني لو كان نجو بالمنطق الروسي هناك أراضي روسية محتلة بالمناسبة لما كان هناك قال أنه هو مع روسيا ومع وحدة أراضيها لكن السؤال اللي بسيط اللي يطرح على تبون اللي بهدنة بهديلة كبيرة عندما كان يقول بأن الجزائر حريتها وسيادتها هذا فيها الفضل إلى روسيا إلى آخره ما هي الأراضي الروسية يتبون هل هي أراضي روسيا كما هي معروفة في القانون الدولي وكما كانت قبل فبرايل 2022 أو حتى قبل سبتمبر لأن الضم تم في سبتمبر أم مع الأراضي التي ضمتها روسيا في 2022 قانونية رسميا وتحتل منها روسيا سبعين بالمئة بينما ثلاثين بالمئة تعود لأوكرانيا إذا اعتبرناها أراضي أوكرانية فإن روسيا تحتل من هذه المقاطعات الأربع سبعين بالمئة من أراضيها إذا اعتبرناها مقاطعات وأراضي روسية فإن أوكرانيا تحتل ثلاثين بالمئة السؤال اللي يطرح على تبون وعمل المستشارين اللي معاه وعلى شنجريحة ما هي الأراضي الروسية الآن وما هي الأراضي الروسية للجزيرة راه معها باعتبار تبون للجزيرة معها بما فيها الاحتلال أراضي أوكرانيا ام بدون إذا قلتم بدون فهذا يزعج الروس ويغضب الروس منكم إذا قلتم معها فهذا خارق للقانون الدولي والأمم المتحدة اللي قال تبون أنه مع الأمم السمع والطاعة للأمم المتحدة وفي كافة الأحوال يجعلكم في وضع سيء لأنها لا قدر الله لو غدا جي جيها تحت الأراضي الجزائرية أنتم تؤسسون لمشكلة كبرى للجزائر وهي لو جي مثلا نفترض جي الولايات المتحدة أو جي فرنسا أو جي ألمانيا أو بريطانيا أو الصين أو أي بلد ويحتل جزء من الأراضي الجزائرية ماذا سنسميها؟ نقولوا أن هذا ضد القانون الدولي وأن هذا غير مقبول وأننا نحن يجب أن يطبق القانون الدولي لأن في الحقيقة القانون الدولي هذا على كل ما فيه من أخطاء وكل ما فيه من انتقادات إلا أنه يضمن حدود الدنيا هو أن القوى الكبرى لا تأكل القوى الصغرى نعم ما يحترموش دائما القانون الدولي الولايات المتحدة لم تحترم القانون الدولي عندما احتلت العراق وهدمته على رؤوس ساكني لكن يبقى وجود القانون الدولي والناس توجههم به حتى من شعوبهم مظاهرات احتجاجات الجهات إلى آخره وفي الأخير يضطرون إلى الخروج خير من عدم موجود هذا القانون الدولي يعني قانون الدولي هذا فيه أخطاء كثيرة أنا شخصيا باعتبار دارس القانون الدولي مش فقط متابع أو مهتم وإنما من أكثر لموديل ربما قريت ستة أو سبع موديلات كانوا كلهم في القانون الدولي بشكل أو بآخر وفي العلاقات الدولية لكن تبون سؤال لك والشنجريح طبعا ترك واجهة فقط عندما تقول أنك مع روسيا ومع العراضي هل هذا فيه جزء اللي تحتل أوكرانيا أم لا؟ في الحقيقة نتمرته في الجزائر في خصومات القوى الكبرى اللي إحنا لا ناقلنا فيها ولا جمل ما عندناش دخل فيها ما عندناش معنيين بها ومع عندناش الإمكانيات باش نواجهوا التداعيات والنتائج الكارثية منتع تصرفاتكم طبعا تبون اليوم مش عارف هذه اللي أبعثها اليوم ساعد ولا لا وأنا نتكلم في هذا الموضوع إذا ذكرته تبون اليوم وقف مطولا مطولا وقف أمام السفيرة الأمريكية هل نشوف السفيرة الأمريكية راح لما يسمى بمعرض من المعرض وكان هناك بعض الدبلوماسيين شوف هنا هذا تبون مع السفيرة الأمريكية اللي قامت أيضا علاقات شراكة مع عارضين ومؤسسات جزائرية في المجال الحديث عن هذه الطبعة حديث أيضا عن كثير من الجانب القانوني الذي ربما في الواقع الجديد للجزائر الجديدة وبدأ معها وقف وطبعا دائما هو يديه في كل اتجاه مر على سفراء تعدو الأخرى أفريقية عربية كانوا موجودين قبل السفيرة الأمريكية مر مرور الكرام لما وصل عن السفيرة الأمريكية بدأ وقف وبدأ يتكلم معها ويضحك معها وإلى آخره إلى آخره هذا دليل في الحقيقة حتى بطريقة غير شعورية سواء دارها شعوريا أو غير شعوريا إذا دارها شعوريا هو بش يقول لأمريكا أنا أشعرين قلت في الروس هذي كهو الدليل هم يتحك معاك هذو السفراء يمثلت عليهم على السريع يعني لكن تيهاك تشوف يعني إذا دارها بطريقة غير شعوريا فهو هناك هو على بلو بله وخايف يعني لأن رئيس جمهورية بش يقف مع السفير كل هذا الوقت يا إما المعاملة هي كالتالي يا إما تقف مع كل السفراء المتواجدين إذا وقفت معها دقيقة تقف معهم كلهم دقيقة 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 وهذا لم يحدث وإما إذا مديت يدك وكل واحد عطيته ثانية أو ثانيتين فنفس الشيء لماذا تميز السفير الأمريكي على الآخرين لأنك تعرف في قرارة نفسك وفي عمق نفسك أن هؤلاء يرعبونك ويخيفونك وقد يدفعونك الثمن خاصة أن لما رحت لموسكو وقلت غير تقول قلت غير تقول بالرغم من أن ذهابك إلى موسكو تم بموافقة الغرب ولكن خرجت عن نص مثل هذا المسرحي أو الخطاب أو اللي يلقيه يخرج عن نص يعني قلت كلام في روسيا القوى الغربية لن تسمح لك بها يا ليت كنت قادرين على مواجهة القوى الغربية والله كنت أول واحد يصفق لكم لكنكم لا تملكون شيء كون يقتل لنا القمح فقط كان دوره مخاصرة وعليها عقوبات رهيبة جدا لكن استمرت لحياتها بصعوباتها استمرت بما فيها روسيا بما فيها إيران بما فيها كوريا الشمالية بما فيها نظام السوري بما فيها كثير لكن احنا لو كون يقطعوا لنا القمح مثلا احنا بلا قمح رهي الناس رهي تجوى وبلا قمح الناس في فترات معينة مكاش سميل كون يقطعوا لنا الحليب وشي سرع كل شيء أمامنا مفتوح ومع ذلك النقص يا في الزيت يا في الحليب يا في السميد ومرة مرة ناهيك على طفاع الأسعار الوقفة تعتبون اليوم أمام السفيرة الأمريكية يؤكد رعبه الحقيقي وأنا نقول لكم حاجة الكلام اللي قالوا في الروس رح ندفعوه احنا في شكل تنازلات هائلة للقوى الغربية خاصة الولايات المتحدة سيتنازلون في القضية البترول والغاز ورهما كان شركات أمريكية ذهب إلى الغاز الصخري ضد مصالحنا ضد البيئة وسيقدمون تنازلات كبيرة للولايات المتحدة في هذه سيتنازلون في إضافات استراتيجية خاصة العسكرية خاصة بمزيد من فتح الأجواء سيتنازلون في قضايا أخرى كثيرة سواء تجارية أو سياسية أو طاقوية أو عسكرية باش يتجاوزوا على التصريحات اللي كان يدير فيها في روسيا لا تظنون أنهم رح ينسكتوا عليه عارفين ويقول بارك لكن في نهاية المطاف رهو رئيس دولة كما يقولون الوقفة اليوم أمام السفيرة الأمريكية وبقاء أكثر من دقيقة وكأنها علاقة حميمية يعني بينما السفراء الآخرين مر عليهم مرور الكرام تعطي إشارة إلى أنه وكان يقول لهم نحن نرام سلمين ومكتفين على قول المقول الشعبية دولة مشهور دولة مشهور دولة مشهور دولة مشهور دولة دولة مشهور في ملف آخر أقال الرئيس هما يقولون الرئيس عبد النجيد تبون وزير الاتصال محمد بسليماني وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة وفق بيان لرئيس الجمهورية نشر على غير العادة قرابة منتصف الليل من مساء أمس ثلاثاء حالا نشوفوا الأخضار كما جاءت من عندهم إذن إقالات لوزير الاتصال وقتاش تقريبا حوالي منتصف الليل ليخرج الخبر في كل الجهات الرسمية وخارجية مخرج جابيان بعد العشرة التعليل لماذا؟ لأن قناة النهار وهي أو موقع النهار وهو موقع وقناة مخابرتية كلكم تعرفوا هذا جيدا كان قال هذا الكلام نشوفه بالضبط الجزائر لما شاهدوش فقط أنا نوريكم هنا الجزائر تطلب من السفير الإماراتي مغادرة التراب الوطني منح مهلة 48 ساعة للسفير الإماراتي لمغادرة الجزائر قرار طرد السفير الإماراتي جاء بعد توقيف أربع جواسيس إماراتيين الجواسيس الإماراتيون كانوا يتخابرون لفائدة من؟ جهاز الموساد لدولة الاحتلال الجواسيس الموقفون حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية وزارة الخارجية تعبر عن أسفها لهذه التصرفات الخاطئة والمخططات الدنيئة التي تستهدي في الجزائر جاء في خبر عاجل جدا كان في المساء مش عارف ممكن في حدود الثامنة أو التاسعة مساء جاء هذا الخبر ليتلوه بعدين ساعة أو ساعة ونص وزارة الخارجية والجارية الوطنية بالخارج تنفي نفيا قاطعا من نفس القناة نفس الموقع نهار وفيهام آخر نفيا قاطعا ما تم تدوله عبر منصات تواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وزارة الخارجية تؤكد بأن هذه الأخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي ومغادرة التراب الجزائر وزارة الخارجية تؤكد أن بيانة الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومات بعدها بأقل من ساعة من هذا الخبر خبر آخر وين في وكالة الأنبال الجزائرية رئيس الجمهورية ينهي مهام وزير الاتصال ويضيف الخبر بعد استشارة الوزير الأول أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد النجيد تبون مهام وزير الاتصال محمد بسليماني وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة قامت القيامة ولم تقعد قامت القيامة ولم تقعد من خبر طرد السفير الإماراتي طبعا قناة النهار أو موقع النهار لا يكتب هذه الأشياء بدون تعليمات أن تعلم الخبرات وإذا كانت كل هذه المواقع والجرائد اليوم رأي تحت الرونجيرس فإن قناة النهار وموقعها بالذات موش برك تحت الرونجيرس هو أنتع الرونجيرس 100% طبعا القنوات الأخرى لا يقلون عن ذلك ولم يعود هناك يستطيع أي واحد أن يكتب أي حرف لا توافق عليه المخابرات الإرهابية والناس كلها تعرف هذا بما فيها بعض الجرائد اللي كانت وحد الوقت تزعم أنها عندها نوع من المصداقية أو من جريد الوطن طبعا جريد لي بارتي صحبها أغلقها لكي يدير البزنس أكثر وجرائد أخرى وببساطة قالوا لهم اللي ما يمشيش على الخط نتاعنا نخنقوه وكادت جريد الوطن على سبيل المثال اللي كانت تتلقى دعم خارجي بما فيها دعم فرنسي كادت أن تغلق وقاعدوا العمال فيها والصحفين أشهر بدون درهم بدون صلاة بدون أجر فأصبحت حتى قناة الوطن تحت الرنجرس جريت الوطن أما الشروق والخبر والسوار والإكسبريسيون وهذا ما حدث ولا حرج النهار بالذات وصاحبها على أسس صاحبها في السجن محكمة لي بعشر سنوات تقدس النظام أكثر بكثير لأنها من اليوم الأول تعلموا خبرات هي ملكيتهم هما فقط جاءوا وحطوه على أسس أنه هو صاحب القناة وأسهم هنا والهيه لآخره لكن انقلبت الأجنحة فسعيد وطرطاق اللي هما جابوه في هذه الأشياء هما رأوا في الحبس فهو رأي معه فإذن هذه الموقع وهذه القناة ما جابوش الأخبار من عندهم هذا أخبار جاء من واحدة من جهتين إما من المخابرات الخارجية أو من المخابرات الداخلية تقديري أنه أكثر من المخابرات الداخلية تقديري لكن واحدة من اثنين فهما على أساس أنهم دايما يعطوا لهم الأولوية ليهم نشروا هذا الخبر ونشراتوا بعض الجهات الأخرى لكن بعدين كلهم سحبوه اللي في الجزائر على الأقل وحتى الذباب والأدناب اللي فرحوا هلولوا بعضهم في صفحاتهم سحبوه اختفى من عندهم ما الذي حدث؟ الذي حدث بالفعل أن الجهة داخل الجنرالات اكتشفت أن الإماراتيين يتجسسون لأن قضية القالة على ربعة جواسيس إماراتيين وهذا ليس مختلقة هذه حقيقية واكتشفوا أنهم يتجسسون للموساد هذه حقيقة فاتخذوا القرار اللي كان يجب أن يكون لذلك أنا قلت هي المرجح المخابرات الداخلية لكن هناك من هو أعلى منهم وهذا أكيد شنغريحة ومن معه قرروا بأن هذا الخطير جدا فأسرى سخب بيناتهم وانتهوا إلى أنه يجب أن يتم سحب هذا الخبر نهائيا سؤال بسيط لماذا؟ لماذا؟ وهم عندهم أدلة خلاف هذا الموضوع عندهم مجموعة أدلة خلنا أعطيكم مجموعة أدلة عارفين ها راي تقوم بها الإمارات ضد الجزائر حتى ضد نظامهم هم يعني وضد الجزائر كدولة وكبلاد أولا إمارات راي تتلاعى فيما يسمى موضوع الإرهاب في الساحل تلاعب رهيب جدا وكانت متواطئة مع فرنسا وهي اللي دفعت أموال ضخمة هي السعودية وحتى احنا للأسف تصريح لأوحية قبل السنوات قال لقدمنا مئة مليون أورو للعملية للعملية تع فرنسا في مالي لكن هم على أساس أن نقدمها للسكان هي دعم لفرنسا فهم يعرفون أن الإمارات تتلاعى في ملف الإرهاب في منطقة الساحل أكثر من ذلك يعرفون أن الإمارات أصبح لها نفوذ رهيب جدا في موريطانيا وموريطانيا على حدودنا أكثر من ذلك يعرفون أن الإمارات هي الراعي الأكبر والداعم الأكبر والضغط الأكبر على النظام المغربي في علاقاته مع الكائن الإسرائيلي طبعا النظام المغربي ما يحتاج يقدر واحد يقول لك ما يحتاج نعم لكن الإماراتيين سهلوا العملية وسهلوا المهمة والإمارات تخذت الموقف بالنسبة للنظام الجزائري هذا موقف هذا موقف في تسقط في الأرواح وهي أن الإمارات تبنت تماما طرح المغربي في قضية الصحراء يعرفون هذا أكثر من ذلك يعرفون أن هناك إعلام إماراتي يهاجمهم ليلة نهار من هم؟ صحيفة هنا كنت حكيت لكم عليها احنا تخذنا معاها في خصومة كبيرة عندما راح تنشر في أكاديب وكانت خصومة على المستوى القضاء لكن لحظة معينة قلنا لن نضيع وقت أكثر وجهد أكثر إذا عادوا نعود لهم هذه الصحيفة تهاجمهم طول وقت نهيك عن الإعلام الإماراتي لداخل الإمارات أو في أماكن أخرى حتى بعض الإعلام الإماراتي الإعلام المصري الممول إماراتية الإعلام اللبناني الممول إماراتي وين يجدوا النظام الجزائري هجمه وهم يعرفون هذا يعرفونه جيدا أكثر من ذلك يعرفون بعمليات التلعب وتهريب الأموال اللي خذتها الإمارات وما زال تأخذها في مشاريع رهي قايمة الداخل ويعرفون حجم الفساد العالم اللي كان ساعد أيام بودفلقة وما زال متواصل وذلك نجيب نعود نرجع للقضية الشيباني هذا وكنت حكيت عليه من قبل لكن بما أن نجار الموضوع نعود نرجعوله ولو باختصار يعرفون مثلا أن الإمارات اداتهم للتحكيم الدولي وصدر ضدنا حكم من التحكيم الدولي بـ 228 مليون دولار تتفحل جزائر لمن لشركة تابعة لأمارات وإخداش هذا Global Arbitration Review هذه موقع ومجلة متخصصة في التحكيم العالمي وما تقول هذا Global Arbitration Review جزائر لأمارات تحكيم الدولي تحكيم الدولي الارbitration في العالم ما قالت؟ قلت أن الإمارات اسمه الإمارات International Investment Company الـ E-I-I-C بالإنجليزي اقتصار تحكيم الدماج تحكيم الدولي في القدر للتحكيم الدولي التي تحكيم الدولي لأمارات الدنيا بارك الانت تحكيم وماذا هو هذا الموضوع؟ هذا موضوع دنيا بارك وإذن العاصمة يعرفون هذا الموضوع جيدا ربما حتى جزائرين آخرين وهو موضوع في خصومات وما زال هذه البداية فقط كم المبلغ؟ العقوبة الأولى وهذه جاية مازال عقوبات لأن النظام هذه العصابة وين يروحوا لتحكيم الدولي يخسروا لماذا وين يروحوا يخسروا قبل ثلاث أسابيع ولا أربعة أسابيع يخسروا مع شركة إسبانية قبلها يخسروا مع شركة إيطالية إلى آخر يعني كان قائمة من الخصائر ما كانش تقريبا في السنوات الأخيرة هذه ما كانش مرة ربحوا أي حاجة في تحكيم الدولي متى يكون تحكيم الدولي؟ تحكيم الدولي عندما تختصم جهتين تجاريتين أو جهة تجارية مع حكومة هي صاحبة المشروع كما في الجزائر عندما يختصمون ومو يتفاهموش يروحوا يدروا المحاكمة تحكيم الدولي تحكيم الدولي في الغالب يشوف الوثائق ولأن العصابة اللي عندنا ما تقومش بأي عمل كما يجب فدائما تخسر لا المحامي اللي يستخدموهم ولا القوانين اللي توضع ولا ما تمشيش فدائما لما يرحلوا التحكيم الدولي يخسروا كاش نهار نجيب لكم قائمة من الخسائر الأخيرة فقط وهي بمئات الملايين الدولار إذن هذا دعا الدنيا بارك الدول القاضية منذ سنوات الحكم الأول الدوها في خمسة عبرية في 2018 ضد من الإي آي آي سي هذه هذا الامبستمينت هذا وش يسموه هذا الاماراتس انترناشي انفستمينت كومباني ضد الاندي ما هي الاندي الاندي هي الاجونس 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 الالجيريان الانفستيس يسموها اندي الحكم بمئة واثمانية وعشرين مليون دولار وهذا حكم أولي هذا حكم أولي العصابة بما في متبون يعرف جيدا هذا الملف وهذا الملف تعدون يا بارك كان تصرت في صراعات وخصومات وحتى وصلوا وزراء يتساب وعلنا إلى آخر وهذا موضوع عنده سنوات طوية خلينا رح نشوف ما هي هذه دنيا بارك باختصار شديد ونعود نرجع أو نكمل قبل ما يعرف الإمارات وبعض رح لدنيا بارك يعرف يعرفون أن الإمارات أيضا في الحقيقة تعمل قصار جهدها باش تحول المنطقة المغاربية إلى فوضى عارمة كما حولت المشرق العربي أغلب دول إلى فوضى عارمة كل الدول كل الدول اللي رهي تعالي اليوم سواء العراق أو سوريا أو اليمن أو مصر أو السودان أو ليبيا أو حتى تونس ليبيا وتونس اللي هي في المنطقة المغاربية كل هذه الدول للإمارات لدولة المسخ هذا دور في الفوضى السائدة فيها ما هي المسؤولة عليها كلها ما عدى اليمن مسؤولة هي السعودية أساسا وإيران من الخلف ومصر مسؤولة هي السعودية أساسا وإسرائيل من الخلف وليبيا مسؤولة هي ومصر والسعودية وفرنسا وروسيا من الخلف لكنها مسؤولة ومسؤولة بشكل كبير جدا أين يظلم مسلم اليوم خاصة في الغرب فأعرف أن لبن سلمان وبن زايد دور بشكل أو بآخر يحرضون على المسلمين في الغرب بشكل رهيب يمولون اليمين المتطرف والأحزاب المتطرفة والإعلاميين المتطرفين والصحافة المتطرفة اللي هي مرة تنتاحهم يحرضون فيها على المسلمين في الغرب وعلى الإسلام لكن ليهم العصابة أكثر لأن العصابة في هذا الموضوع ما يهمهاش ماذا بيها يزيد تحريض على المسلمين في الغرب أنا أتعرف أن المشروع الإماراتي هو مشروع خلق فوضى عارمة في الجزائر وفي المغرب أيضا وماذا بيها الإمارات أكثر الدول المتحمسة لحرب ما بين الجزائر والمغرب هو الكيل الإسرائيلي والإمارات ومن الخلف شوية الإيرانيين والروس لكن المتحمسين أكثر هما الإماراتيين والإسرائيلي يعرفون كل هذا ومع ذلك ارتكبون أخطاء فالح ما هي الأخطاء الميناء الجزائر العاصمة التجاري تحت موانئ دبي ميناء جينجن التجاري أحد أهم الموانئ التجارية في جيجل تحت موانئ دبي يعني تحت الإماراتيين شركة ستيم اللي هي السينتيا لا سينتيا عفوا سوسيتي ناشونال طابايز آليمات هذا الشركة اللي هي ثاني أكبر ممول كانت ثاني كانت ثاني أكبر ممول للخزينة العامة بالضرائب داتا الإمارات ودوها تقريبا بدون تقريبا بدون مقابل والآن عندهم هما 51% وللعصابة 49% هذا إذا ما رأى مزداد وتنازلونهم أكثر معنا كان العكس هو الصح لكن لعبوا لهم واحد اللعبة هكذا كانوا عندهم 49% 49% و2% لوزارة المالية وبعد هذك 2% تنقلت لشركة ستيم اللي هي تابعة الشركة أكبر منها تسمى المدار اللي هي تمتلك شبيبة بالوزداد سيير بي واللي صاحبها كانوا داروه حتى رئيس للفيفا لفترة معينة أكثر من ذلك جزء من السفقات العسكرية مع ألمانيا ومع الصين تمر عبر الإمارات وما زالت تمر عبر الإمارات بما فيها هذا اللي يسموه واحد الدبابات صغيرة هكذا نظن يسموها النمر وحتى مشروع المرسدس اللي مع الألمان إلى آخر الإمارات دخل فيه داخل الإماراتيين في عدة مشاريع أكيد ما هوش تبون شخصية المسؤول على هذا ولا شنغريحة لكن هما كانوا جزء من هذه العصابات المسؤول الأول كان أيام بوتفليق واللي كانوا مع بوتفليق والسعيد بوتفليق وكلهم لكن تبون كان وزيرا بل كان رئيس وزراء في فترة معينة صحيح ما طورش لكن كان رئيس وزراء ويعرفون أشياء أخرى كثيرة يعرفون أن هناك ذهبا ذهب على المعص مواد معادن ثمينة جدا تهرب من الجزائر كانت وما زالت تهرب يعرفون ذلك وعارفون أن في النهاية الإمارات تحاسب جزائر طبعا الإمارات أخطر شيء بالنسبة لها كان الحراك لكن مشروحها ما هو فقط تدمير الحراك وللحمد لله الحراك كان خرج ولعلكم كلكم تتذكرون بل لك الآن نشوفوا بعض الفيديوهات وبكل تواضع أقول أني كنت مليا تكلموا عليها في البدايات الأولى وإخواننا على الأرض رفعوا شعارات كثيرة جدا ضد الإمارات مما أدى إلى هروب واحد اسمه حسن شيباني لكننا عاود نرجع له لما نجي نتكلم على بعض النفوذ إضافة إلى كل هذه الأشياء التي ذكرتها إذن يعرفون كل هذا مع ذلك ويعرفون أن هناك جواسس إماراتيين والقوا عليهم القرض ومع ذلك سحبوا قرار طرد السفير الإماراتي وترد الوزير بش يمسحوا فيه الموس علش الوزير الوزير ما عنده حتى دخل في هذا الموضوع ولا شيء لم يعلم به أصلا لكن عندما جاءوا يتخذوا قرار يجب أن يمسحوا الموس في كاش واحد هو وزير مجرم يعني فاسد وظال وكاذب إلى آخره يعني من المتع البروباغاندا لكن للإنصاف هذا الوزير لا علاقة له بما جرى نهائيا أمس قيادة المخابرات وانا قلت يا إما الخارجية إما الداخلية وأرجح الداخلية عندي معلومات لكن لأنها أكثر من جهة لا أريد أن نسيد أكثر لكن المرجح لدي بالتحليل هي المخابرات الداخلية لأنها تشتغل على قضية مكافحة جوسسة صحيحة صحيح مرات بعض الأمور يعطوها المخابرات الخارجية اللي يكون فيها العنصر الخارجي لكن مكافحة الجوسسة هي المخابرات الداخلية كحال هذا جمال كحال ولا مجدوق وراه معه ناصر الجن ومعه المجرمين كبار واحد آخرين الوزير هذا ما عنده حتى داخل نهائيا سمع بالخبر وربما حتى ما سمعش حتى سيجاد طرد لأنه كان لازم يمسحوا الموس في شخص وهما الفيزيب اللي يحتحرقه هما المدنيين آسا يتم إسقاط عسكريين آخرين لكن ربما مش شطيع النوع لهم ربما يأخروا عشرية بعد عشرية من الآن كين هذو اللي يسموهم الترقيات والتحويلات والتعديلات سترون كين تعديلات ربما رح ناخدوها ويحطوها في هذا الإطار لكن الوزير ليس له دخل ولكن هما يعرفوا أن عملية الجوزة سكينة وأن الجوزيس صحة لقوا لهم القبض وأن قرار طرد السفير تم واتخذه الجنيرالات كبار ولكنهم تراجعوا لأنهم يعرفون أن الإمارات بالإضافة إلى كل وهم مخلينها كل هذا النفوذ داخل البلاد لكن يعرفون أن الإمارات للأسف كيف تخدم مع رئيس البلدية والوالي والكوميسار تعمل ملفات أخلاقية نفس الشيء الإمارات تشتغل واشتغلت مع هذا الحكام في المنطقة العربية كلها بالملفات الأخلاقية اللي أدخل لخضر بورك على السجن رحمه الله هو عندما طرح في جوان 2019 للقييد صالح قالوا ماذا ذهبت تفعل ثلاث مرات للإمارات منذ بداية الحركة عندما ندلع الحركة في 2022 فبراي 2019 كان جايد صالح في الإمارات جايد صالح كان يذهب ما بين ربعة إلى ست مرات في العام إلى الإمارات زوج مرات معلنة يذهب في واحدة المعارة وعسكرية هكذا إلى آخره وأربع مرات ثلاث مرات أربع مرات غير معلنة عنده هناك هو وكبار الجنرالات كان عندهم راشدي مثلا تخيلوا أن الإمارات تدخلت في تعيين راشدي مسؤول بدل بعد سقوط الجايد صالح هو السقوط بوعزة وسيني هو اللي جاء بدل يعني حتى بعد رحيل الجايد صالح اللي كان الإمارات عندها نفوذ مباشر معاه والسعيد اللي كان عندها نفوذ مباشر معاه حتى حينما رحلوا هذا واتقل إلى الآخرين لحد الآن شنغريحة زار الإمارات على الأقل ثماني مرات أعلنوا على مرتين أنا متذكرهم وست مرات غير معلنة على الأقل لا أعرف حجم تورد شنغريحة هل كان نفس حجم تورد الجايد صالح أم لا لا أعرف ذلك لكن أعرف أنه هو أيضا متورد ليس هو بارك جنرالات آخرين الإمارات كل شخص في العشرين سنة هذه الأخيرة في الجزائر وفي بعض الدول الأخرى في السودان بما فيها مصر بما فيها كل شخص تعتقد أنه عنده نفوذ أو يمكن أن يكون له نفوذ كانوا يستدعونهم إلى دبي وإلى أبو ظبي في الغالب معارض ندوات مؤتمرات كان حتى أكاديميين رؤساء جامعة لو كنت رجعوا إلى جرائد 2008 2009 2010 حتى 2016 2017 دائما ستجدون عميد الجامعة الفلانية راح إلى ندوة في دبي الأساتذة الفلانيين راحوا دروا تكوين في دبي أو راحوا إلى ندوة في دبي أو شاركوا في مؤتمر الصحفيين الفلانيين راحوا إلى دبي دائما بشكل الإمارات وش تدير ندوات مؤتمرات معارض ومهرجانات وتدعو لها اللي عندهم النفوذ عسكريين ومدنيين في كثير من الدول لكن في الجزائر كان تركيز أساسي الجزائر متى بدأ الموضوع بدأ الموضوع في 2004 أساسا كان قبل ذلك قليلا لكن 2004 تأسسا متفليقة لما خلال نشوف برك التوقيت باش نشوف توسع شوية ولا نختصر بودفليقة لما كان في المرحلة اللي كان فيها مغضوب ولي عليه ما بين 79 و 99 منها من 79 إلى 88 تسعة سنين كان هاربا لأنه كان متهم بسرقة الأموال تع السفارات وانتعب على باع فكان هاربا جاء تحداث أكتوبر 5 أكتوبر وداروا فيما بعد عفو عام استفاد منه هو وكان هذا العفو العام في ديسمبر 88 فدخل هو وتخل بن بلا وتخل أي تحمد يعني تخل المليح والقبيح تخلي كانوا معارضين بحق واحد مثل أي تحمد أو بن بلا على سبيل المثال وآخرين يعني مش معروفين كثير ودخلوا اللي كانوا لصوص وصراق مثل بوتفليقة وكلهم دعوا عفو عام وكلهم دعوا طعم بلا وكان اللي اعطاهم شقاق إلى آخر بوتفليقة ادى الشقاق في البشير الإبراهيمي بعد ولو عنده زر الشقاق هناك لكنه كان ورجع اللجنة المركزية إلى آخر لكن جاء الانقلاب 92 وفي الانقلاب خلاص بدأ عود غاضر بوتفليقة واللي يعرضوا عليه الرئاسة وفق شروط الجنيرالات في آخر لحظة يقول لهم قدوة رد عليكم وقدوة يروح للمطار ويغادر ودف 94 لماذا لأن كان مرعوب كانت الجماعات وكانت الحالة عصيبة جدا انا ذاك وهذا موجود حتى في ما يسمى بمذكرات نزار يقول كيفاش بوتفليقة دارها بيهم وبعد اضطروا وجبوا زروال حطوا وقالوا تتولي رايس واحد المهزة لعلي لكن بي 99 بعد اختراق كثير جماعات وبعد المجازر وبعد خلاص الشعب طيبه عاودوا الجنيرالات وجابوا بوتفليقة ومرة اخرى وما نفسهم اللي كانوا مجموعة نباك على رأسهم خاصة العربي بالخير ولكن ايضا توفيق محمد العماري ونزار الى اخير الى اخير ورغم ان نزار فترة معينة هكذا دار تشويق وكانه هو يعترض على مجيء بوتفليقة لكن مجيء بوتفليقة لم يأتي فقط بالجنيرالات الجنيرالات اللي يجابوه بموافقة اماراتية امريكية فرنسية وكان اللي يقول سعودية لكن هذه لست متأكد منها لكن هذه ثلاث دول كان عندها دور في الاتيان بوتفليقة الامارات خاصة طبعا بوتفليقة قدم لكل هؤلاء والجنيرالات اللي معا قدموا لهم وخدمات مالية اكثر يعني فرنسا قدمونها في القضايا الثقافية في قضية فتح الاجواء في قضية امريكان قدمونهم في قضية البترول في قضية فتح الاجواء في قضايا استراتيجية اساسا لكن الامارات كانت قضايا تجارية اساسا من كيف داروا هذا الموضوع داروه بهذا الشخص كانت هناك السفارة الاماراتية وكان هذا الشخص في نفوذ اكبر بكثير من السفير هذا ويسمى احمد حسن الشيبان وامد حسن الشيبان هذا اصوله يمنية ولكنه اخذ الجنسية الاماراتية ومن المقربين للامارات للأسرة الحاكمة حاكمة في ابو ضبي وبالتالي في الامارات ايضا يعني ولد زيت حطوه هذا اللي يعرفو يقولو يعرف يتحدث ويعرف ينكت ويعرف يضحك الى اخره الى اخره ولكنه مبتلى مبتلى بكوارث اخلاقية دون ندخل في تفاصيلها اصبح اصبح لديه جناح ملكي في شيرتون بالضبط في الطابق السنع سنعطيكم بعض تفاصيل باش تكون الامور اكثر دقة اذا اصبح في شيرتون واصبح بداية من الفين وربعة خاصة اصبح يلعب دور مع الايام خاصة بعد 2008 2009 2010 بعد انفهم ليه كيف تمشي الامور صراعات الاجنيحة الخصومات اللي يعرفوا بعضهم اللي مضاربين دخل السلطة فدار طبعا هذا ما كانش واحده كانت معاه جهيزة مخابرتية اماراتية ايضا تشتغل الاسس مستشارين تاو يعني وعلى اساس واحد سكرتير واحد مستشار واحد سائق واحد مجموعة من عناصر المخابرات الاماراتية كانوا يشتغلوا معها واش داو خلينا نعطي لكم بعض العنوين فقط بتاع المشاريع اذا الداو السينتيع الاسينتيع شركة التبغو الكبريت تقريبا بدون فلوس وهذه تدخ اموال كبيرة جدا وبالمناسبة اني نقولها من هنا الخوطنة كثيرين من الناس اللي راهم يدخنوا وشارهم يشوفوا في النوعيات التاع الدخان منذ السنوات لكن كل مع الأيام تزيد هذه حكالي واحد من كان في قلب هذه الشركة ويعرف واشتم على ستيم واشتم في السينتيع الى آخره ما لا كاش نهار يظهر معنا قال لي يستخدموا في السموم سموم تضاف الى هذه الكبريت والدخان والشمع سموم حقيقية وقذارة ما ليس لا حدود وقال لي عزكم الله الطبات والفيران وفي هذا الموجودة الستوك تعد الدخان قال لي ما تقدرست تتصور قال لي بالعكس هما يزيدوا الفضلات تعد الحيوانات هذه يزيدوا ويدخلوها مع الدخان كلها متشابهة قال لي لا يمكن ان تتصور حجم التلاعب بصحة الناس هو أصلا تدخيل مذر وفي دول محترمة وتراقب هذه الأشياء والدخان يقول لك يقتل فمن بالك في بلدان مثل الجزائر هذه بركبان قوسين وهذا الشخص إذا ضميره مزارها حي قد يخرج ويتكلم هو شخصيا للأسف خاف تصل بي وكان يريد أن يطلع وعطاني تفاصيل كثيرة جدا مش قادر نقولها ما عدا هذا الموضوع لأنه هذا قال لي تقدر تقوله لأن الأخرين اتفقنا باللي ما نقول شوالا شيء إلا بعد أن يوافق عليه وأنا كنت بالنسبة لي الكلمة أكثر من رصاصة يعني خشم مخلاص فالمهم وقال لي أنهم آنذاك كانوا المارلبورو كان شركة المارلبورو العالمية تريد هي الشراء وكانت عرضت أموال ضخمة الجزائر باش تدي الأسنتيايا لأنه عارفة بلي هذه أموال دائما صافي أرباح أفقر عندي شوية صدع اليوم فأعطاه لهذه يودال شركة ستيم إلى آخره بكل ما حدث فيها وما زال نهب قائم في هذه الشركة والعمال يرام في هذه الشركة يعفو هذه الأشياء وكانوا داروا مظاهرات وكانوا داروا احتجاجات والناس اللي فيهم نضاف وتمطردهم إلى آخره إلى آخره وما الداروا أيضا الداروا في موريتي 16 نكتار ونص بعبارة أخرى 165 ألف متر مربع فشي بنوا بها وبنوا فيها فلات شقق إلى آخره داروا كبار المجرميين وكبار الجنرالات والوزارة والولات وكبار القوضات وما اللي داروا هذه الأشياء وطبعا كله بمقابل إمارات تقدم لك هذه الأشياء تعطيك أسعار مخفضة والتمويل كان من البنوك الجزائرية وهذا يقول لهم كثيرين منهم مشكل لهم لكي نكون منصيطين يقول لهم عملاء يعني تخيلوا اللي رام ساكنين الآن وركم تشوف واحد لتور خاصة في العاصمة جزء أساسي هذو لتور هم تحت الإمارات كان جزء تحت قطر والأغلبية تحت الإمارات هذه في موريتي 165 ألف متر مربع في دنيا بارك 800 هكتار بوش يعرفوا الناس واش معنى 800 هكتار 800 هكتار كل هكتار في 10,000 متر مربع معنى 800 هكتار في 10,000 متر مربع تطلالك مساحة دنيا بارك اللي هي من جهة ولاد فايت هذا المشروع رأوا جزئيا فيه بعض الأشياء لكن رهم بلوكي ونتيجة للخصومات والصراعات إلى آخر زجال حراك بلوكا لم يكن دور 24,000 متر مربع مقابل استراحة الناحية الأولى بسيدي فرج 24,000 متر مربع ميناء جنجن وميناء العاصمة التجاري CRP للوزدان وستيم والمدار وهذه المدار عندها أشياء أخرى ليس بقط استيم هذا جزء وأقول جزء مع الصداع ومع الوقت ربما ما يكفي لكي نقول كل شيء راني نقول فقط في أجزاء يعني إماراتيين كانوا في 2004 2005 2006 يقول واحد نستثمر 50 مليار دولار أغلبية الأموال هي أموال بنوك الشعب جزائري بنوك الخزينة بكل أسف أعلم الشيباني هذا لما فهم الأمور كيف يشتمشي وفهم عقلية المسؤولين الجزائريين عقلية يعني يقدر مرات يقدر يشريهم بكرتون تعمار البور لأنه موش حق يعني المناصب اللي فيها ما يستاهلوها الش فعقلية تسقاط فوالله هو محور حول يدور كل شيء والله يعرف الجنيرال هتكون نافذين الوزراء النافذين الولاة المهمين المسؤولين داخل الوزارات المهمين القضاة الكبار ولا هم يتقربوا منه لأن الناس كلها عرفت باللي هذا عنده وراه الإمارات كدولة بأماراتها وبإمكانياتها وراه السعيد بوتفليقة والنظام تابوتفليقة فولا اللي يرضى عليه الشيباني هذا وكأنه رضي الله عنه وبعضهم بالفعل كاللي يدهو شقق تسوى عشر ملاير دفعوا فيها ثلاث ملاير أو زل ملاير ونص أو ربع ملاير طبعاً هذا كله بمقابل بالأشياء اللي هذا يديرها هي الحفلات وحفلات مختلطة وحفلات رهيبة بما فيها التعشدود ولا التوسع بشكل فضيع طبعاً هذه الحفلات وما يتلوها في شيراطون وفي بعض الأماكن الخاصة في العاصمة وحياناً في وهران هذه كثير منها يصور أما في دبي وفي الأبوظبي فهذا كتسوير واضح هذا هو مربط الفرس في خوف العصابة شوفوا تلقاهم ضد التطبيع ويقالوا يحاجموا في النظام المغرب على التطبيع وما عليش هذا شيء جيد بالرغم من العصابة عندها تطبيعاتها الخاصة لكن لما يوصل الإمارات في موضوع التطبيع يتوقفوا نهائياً ولو مع أن تطبيعة الإمارات أبعد وأعمق وأخطر بكثير من أي دولة مطبعة أخرى الذي يرعبهم علمهم أن كثير منهم الإمارات تمتلك ملفات مالية وأخلاقية علمهم أن كثير منهم خذوا فيلات وخذوا شقق بفضل شيباني هذا بفضل الإمارات هذا يسمى حسن شيباني اللي يعرفوها أن كثير منهم عندهم بزنس وعندهم تجارة وطبعاً يقولوا الإمارات الإمارات تجارتها وبيزنسها ليس في الإمارات فقط في فرنسا كما في إسبانيا كما في سويسرا كما فهي أخطبوط حقيقي ولأن كرشهم فيها تبن فالرعب يمسكهم لن يستطيعوا إلا إذا خرج الجنرال موش معني وقال أنا موش معني وما يخوفونيش الإمارات ممكن يتخذ موقف وإلا النفوذ الإماراتي راه يتعام من الصخريات أن اللي يوقف إلى حد ما هذا النفوذ اللي يوقف إلى حد ما هذا النفوذ هما القطرين والأتراك إلى حد ما أقول حتى هناك من ربط قضية تكشف هذه الجواسيس بزيارة الأمير الوالد كما يسموه الأب بنتها الأمير اللي راه راه الآن اللي هو كان تخلى تنازل اللي بنوه على السلطة في قطر في 2013 وراح للمقاعد الخلفية يدير الأمور من الخلف يسموها قيادة من الخلف كي يربطوا بموضوع الجواسيس أن القطرين هم اللي قالوا هم عليها قبل ثلاث أيام ولربع أيام هم علنوا على الأمير لولبارح لكن الأمير الوالد هذا كان في الجزائر قبل ربع أيام ولا خمس أحقا هو يروح دائما الجزائر يسيد لكن لقاء مع تبون وظهور في الصورة كي يربطوا لأن القطرين والإماراتيين وهذا يقول تلك في اللايف السابق بالرغم من أنهم يظهرون أنهم عادل علاقات وديبلوماسية إلا خصوماتهم لا يمكن أن تنتهي إلا بنهيار أحد الأسرتين إما الأسرة القطرية أو الأسرة الإماراتية لا يمكن بيناتهم خصومات وصلت إلى الأعراض إلى الأفلام إلى سب كل جهة سب الطرف الآخر خاصة من جهة الإمارات إلى التحريض الإماراتي على القطرين في الغرب وفي البيئة المتحدة وفي أماكن كثيرة جدا قطرين أغنية وعندهم طرقهم أيضا استطاعوا أن يردوا الهجمة الإماراتية ويوقفوها خاصة بوصول بايدن إلى الحكم ولذلك بنسبة القطرين كوني عود يرجع ترامب ستكون كارثة على قطر كارثة حقيقية بكل أسف وألم بكل ألم بكل ضيق بكل قلق بكل انزعاج مش على المستوى الشخصي على مستوى هذه العصابات التي تحكمنا ما تهمش ذرة رجولة ولا مرؤة للدفاع عن مصالح البلاد يرتعدون من القوى الكبرى من القوى الصغرى الأفلام هذه انتع فرنسا وقاسمان هذه كلها فلام لأنها في العمق النفوذ الفرنسية توسع النفوذ الأمريكية توسع وهاهم يكتشفون قالوا للمصاد هما اللي قالوها منش حنا ولكنهم يتراجعون بدل طرد السفير وتوضيح ذلك مع الإمارات باش ما تكررش يعرفوا بالليل لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك فيتراجعون ويتردوا وزير بالرغم من أنه سخيف وسفيه إلا أنه ليس له أي دور فيما حدث حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا